نرجع معكم مشاهدينا وبلقاءنا التالي معكم هادي رح نستقبل معنا مدام لينا جبران نائب رئيس جمعيتكن هادي أهلا وسهلا فيك مثل ما سبقوا وعرفوا المشاهدين هلأ إليكن عم بيعمل أنونس لهالبريسلت ريفلكتر يلي هي ممكن تكون أساسية جدا لكل المشيط يلي بيمشوا على الطرقات خاصة بالليل تحتى تكون مؤشر ينتبهولون كل السيارات أو حيال شخص ينتبهلون أكتر فخبرينا دي مدى أهمية هالبريسلت تعرف أهم شيء بالمشيط أنه يكونوا واضحين لللي عم بيسوق سيارته نكننا بالنهار أو نكننا بالليل هلأ بالنهار دو الشمس بيعكس عليها كمان بتنبه اللي عم بيسوق أنه انطبه في شخص ماشي على الطريق أو عم بيركد أو على دراجة هوائية أو دراجة نارية وكمان بالليل كتير مهم أنه نكون مبينين لأن أغلبية حواديس اللي بتصفي مع المشيط هي كمان لما بيكون عم بيقطع الطريق على بعدين نحكي عنا بالتفاصيل بيبقى طرقات معتمة وهو لبس ألوان غامقة بكل دول العالم حتى خلال النهار بكل الرياضات الخارجية إذن بدك بالهواء الطلق منكون لبسين ألوان تكون بتبين وبتخلينا نكون واضحين الرؤية إذن بدك للي عم بيسوق سيارته وآخر هلأ موضة كمان إذا مننتبه هاتي بالرياضة كمان بيبقى عليهم لأنه باند صغيرة زيح صغير أو أي شيء بينبه حتى شعن السيارة حتى الساكادو أو أي شيء عم بيكون محطوطة عليه شيء يوضح الرؤية يعني يخلينا نكون واضحين على الطريق فإذا ننتبهوا كتير منيح إذا كنتوا أنتم الأشخاص اللي عم بتسوقوا وشفتوا شخص لابس هالبريسلت بيكون شخص بيكون هيدا شخص لأنه في كتير ما بينتبهوا أنه هيدا شخص هي رح تلمع بيوجهون هي بس تفسير فيه ناس بيفكروها فيها بطارية هي ما فيها بطارية ما فيها شيء هي إسوارة مثلها مثل غيرها إنما المتار المعمولة منها المواد المعمولة منها بتعقص الضو يعني بمجرد ما يضرب أي ضو كان ضو السيارة أو ضو الطريق يضرب علي بتعقص الضو ومثل كأنها بالضو فهيدا اللي عم بيسوق السيارة رح يشوف شيء ضو ضغري رح يزيح عنه هي هي الطريقة اللي كمانا بتنبس نعم تطرئيها بلا ما توجع حالك هلا هي فينا نحطة هون فينا نحطة هون هون فينا نحطة على السكادو تبعونا على شعرنا على إجرينا حيالا مطرح نحنا بس المهم أنه تنفرج أنه نحنا ماشي على الطريقة أو عم نمارس أي رياضة انتبهوا يا سيارات وشوفونا وين واحد في لقيها هالأسوارة؟ هلا نحنا صرنا موزعينهم بعدد كبير من المحلات نحنا بالايزون موجودين كلاس بار مالك بوكشوب قريبا رح يكون فيه سبورت اكس بريس اس بي فور حتى إذا بتحب نحنا حطينهم بمحل الصيغة ويمكن هيدا الناس بيستغربوا أنه شو خاص هالأسوارة بمحلات الصيغة نحنا كان المبدأ أنه يمكن أسوارة الألماظ سعرها كتير غالية بس ما بتخلص لك حياتي إنما أرخص أسوارة بالعالم فيها تخلص لك حياتي وهل قد قيمتها قيمت الحيات غالية من هيك موجودة بين المجوهرات ومن هيك نحنا قصدنا أنه نحطها بمحلات الصيغة بما أنه عم نحكي عن الإسوارة وعم نحكي عن المشيط عنا هالمشكلة في لبنان بأنه المشيط عم نحطها تحت نكون ماشيين بمطرح سيف مش عم نحطها تنقطع القطو الساد بس بنفس الوقت في عنا خلال كتير كبير للأشخاص يلي بعدهم ما تعودوا أنه ما يتجوزوا فخلينا نحكي شوي عن هالواقع في لبنان قدي صار فيه تراجع من وراء التوعية ولا بعدهم نفس الشيء لكن ما فينا نقول بعدهم لأن التوعية بده وقت طويل ولازم تضلك تلحق الأشخاص وتضلك تنبهين وتضلك تفسرين لأنه يمكن يلي عم بيقطع هالقطوسترات ما بيعرف لا الضرر يلي رح يلحقه بحياته بالأول وبالسيارة يلي رح يبليها إذا نضرب فيه تعرف المشيط مثل أي ناس مثل السيارة إله وجبات وإله حقوق أهم شيء أنه نعرف أنه فيه محلات مخصصة للمشيط فيها الخطوط البيضة اللي بتكون على الطريق فيه صورة المشيط يلي لازم نستعملها مش نقطع من تحتها ونستقري بالطريق وممنوع أكيد أنه نقطع طريق سريعة لأنه على الطريق السريعة بحقل السيارة أنه تمشي بسرعة مئة كيلومات بالساعة ما بحقل لي أنا أقطع الطريق وزيادة عنا بلبنان عتمة ما فيه قضوية فيه عندنا جنسيات مختلفة كمان ما بتبين بوضح النهار تخلي إليها هي بالليل عم تقطع الطريق كمان فيه وجبات على سيارات أنه يحترموا أنه المشيط هني أولوية لأنه هني عزل نحن مثلا عندنا سيارة بتحمينا لصمحة إذا صار معنا أي شيء إنما هالمشيط ضغري لضربته هي ضربة بتكون قادية يعني لما منشوف هالخطوط البيضة على الطريق أهم شيء ما نصف عليها ثلاثة ربع سيارات بتصف عليها إذا صفين عليها منجبر اللي عم بيقطع الطريق أنه يفوت بين السيارات ومن آخر هو عم بيقطع ضروري نصف قبل إذا صفين قبل احترمنا هالمشيط وقطع وبطريقة سريعة تاني شي نحن لما منصف عليها كمان عم نروح له من لونه وفي كتير ناس بفكروا أنه كل ما قربوا بيقلعوا قبل البقين بدأ لهم إذا وقفوا على خطوط المشيط الإشارة صارت وراهم يعني يلي وراه رح يقشع الإشارة الخضرة قبله وراح يقلع قبله هيدا الشي رح يأخره مش رح يخليه أبدا أنه هو يقلع بالأول عطريق لازم نحترم من بعض حضرتها للمشاهدين نعلي أكتر عليها هيدا كنا هون بناشاة ببيروت وزعنا هالجيلة الفليوية اللي نحن صرنا موازعين حوالها 30 ألف وحدة نحكي عنا هيدا الجيلة ضرورة تكون بتابلو سيارة حتى إذا صار معنا أي شيء بالليل فقد دوليب أوصر معنا أي حادث أو بنا ننزل نساعد حدا من أصحابها منلبسها ومننزل بمجرد ما نلبسها جي سيارة رح تشوفنا لأنه رح نضوي قدامها وراح تزيح عنا وما تخبصنا هيدا كمان حتى نفرج إن هون بالنشاطات الرياضية على البيسيكلات كمان ضرورة نكون لابسين هاجيلة وكنا حملين إشارات السير هون بس تقلي كان بعد مغيبة الشمس على الآخر كنا صوب الساعة ستة شوفي لما نعكس الضوء اديش على مسافة بعيدة مبينين وواضحين يعني مش معقول السيارة ما تشوفهم نفس إفال لبراسلت نعم هي زيتها هيدا اللي عم بيضوء هيدا لبراسلت هون بعد ما في ضوء السيارة عشمال إنه مع اليمين صار في ضوء وليك كيف اديه بالضوء يعني مش معقول السيارة ما تلمح الشخص هو وماشي مية بالمية وهون الفرق بين شخص هيدا الفرق يا حيه هيدا ستندنا فوق كنا اخدينوا صورة بلا فلاش تحت أخدنا صورة مع فلاش شوفوا كيف عم بيلمعوا مثل الألماظ يعني مش معقول ضون كتير باهر وكتير قوي ومش معقول ما نشوف الشخص يلي لبسه لهيدا الأسوارة وسعرها زهيد يعني عم تباع بعش تاليف ليرة هي أرخص شيء تعرف عش تاليف يمكن أمرار مش ندفع للفالي باركينج بس هيدا عم تخلص لنا حياتنا مية بالمية لكل المشاة لازم يعتمدوها إذا بدأ نحكي شوي كمان عن دي او اي نعرف أكثر هيدا الحملية اللي عملناها على الطريق خط النهاية له معنا تاني دي او اي هو عقد العمل هي خطة عشرية على لسلامة الطرقات نحنا السنة نقينا نوال جمال اللي هو بطل الفورمولا تلاتي هو أول لبناني كمانا نوضح أنه حتى الأشخاص يلي بحبوا السرعة فيه إلى مطرحة وفيه إلى الأويل مثل ما بقولوا الأيكيبمان تبعيتها نحنا مش ضد أنه نمارس أنه الناس اللي بحبوا أو اللي عندهم هواية السرعة هي هواية مثلها مثل غيرها إنما لازم نمارسها بملعبها ونلبس الأيكيبمان تبعولها والتجهيزات تبعولها يعني أنا ما في روح ألعب باسكت بتيابة العادة وبلا البالون الباسكت يعني لا السرعة فيه إلى حلبيتها يعني منتسابق على الحلبيت بس منسوق على الطريق ما فينا نتسابق على الطريق لأنه لا طرقاتنا مجهزة للسبق لا سياراتنا مجهزة ولا نحنا لبسين الحماية اللي لازمت حتى ما يصر لنا أي شيء إذا الله سمح الله تخطينا السرعة بقى الشباب لازم يفهموا الهواية فيه إلى أماكنها هلأ أمرار كتير بيجوا بقولون لتاق ما عنا حلبيت مظبوط ما في عنا حلبيت بس هيدا ما بيبرر بس هيدا ما بيبرر بس هيدا ما في حلبيت هلأ أصابق فيه الكارتنج إذا نبدأ بس أصدق ما في حلبيتها واحد بسيارته السريعة هو يماري سعيد الهوي يروح على الذكية المتخصص نعم بس هيدا ما بيبرر هيدا مش إنه إذا ما فيه مطارح خصوصة لنمارس السرعة إنه أنا مارسة على الطريق وعريت حياتي وحيات غيري للخطر هلأ يفشو خلقهم بالكارتنج وإن الله راد باركي بيصير فيه حلبيت وأمرار عم بيصير فيه راليات تشفيت عم بتتسكر طريق يلي بحب عم بيقدري يفشو خلقه هونيك ويأكيد فيوني ساهموا فيها بالختم شو بتحب تقولي لكل المشاهدين أدي هالسوارة هي مهمة أدي فيك ترجع تعطيهم شوية معلومات حتى كل واحد بيمشي كتير وخاصة بالليل يكون عنده إيها بدي إنه هي مهمة كتير لأنه بتخلص لنا حياتنا أمرار إشي كتير صغيري نحنا فيها تساعدنا إنه نخلص حياتنا ومنع دي حياتنا للخطر للأسف تعرفي هوني بي لبنان ما حنا نلعب يطبق قوانين ولا نحنا حتى عم نلتزم إنما إشي صغيري أنا بقول لهم إح مو حياتكم وخاصة هلأ أيام الصيفية كلنا منطلع منتمشى كلنا منحب نمارس الرياضات الخارجية مارسوها ونبسطوا فيها وهي صحية أكيد بس بنفس الوقت مارسوها بمسؤولية يعني كونوا أنتوا واضحين رؤية لبسوا هالأسوار هاي تقشعكم السيارات وتكونوا مارسين الرياضة مبسوطين وترجعوا على بيوتكم مبسوطين وخسرتوا كالوري كمية بالمية نحنا بنشكريك مدام لينا جبران نائب رئيس جمعية تكون هاد إن شاء الله دايما بتعطينا توعية أكبر حتى أكبر عدد ممكن يستفيد مرسي كتير لأيلي شكرا لأيلي ترجمة نانسي قنقر